تستمر المواجهات المسلحة بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على محاور متفرقة في ضواحي العاصمة طرابلس ومدينتي سرط ومصراطة واستطبادل الاتهامات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل مكرون بخصوص الأزمة الليبية الصراع الليبي والذي أشغل سياسيين ودبلوماسيين كثر من الدول المجاورة والعربية والأوروبية طوال الأشهر الأخيرة في مسعى للأخذ بيد طرفي النزاع نحو تسوية واستقرار في البلاد يستمر رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه حفتر والسراج ويخلف ما يزيد عن 250 قتيلا مدنيا في الأشهر الأخيرة وفق تقرير الأمم المتحدة حاليا طبعا مكان التمركز ما بعد منطقة الوشكا بالقرب من منطقة إليشا الاشتباكات كانت دائرة أمس واليوم القبلة والحمد لله نحن في تقدم ومازلنا صمدين والمباحثات والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي تناولت الملف الليبي تكررت فيها القرارات التي ترفض التدخل الخارجي في شأن البلاد والتزمت فيها الدول المشاركة إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقد التزامه عبر إرسال قوات ومقاتلين عبر البحر رصدتهم فرنسا بعد أن تعثر عليه إقناع الجزائر وتونس بدخول قواته عبر حدود كل منها المحاذية لليبيا نتظر في تعليمات القيادة العامة بالتقدم على هذه الزمرة الفاسدة مصوريين التي تعاملوا على المدفعية تجارات رصدينهم وعارفين مواقعهم وعارفين منين يتحركوا وكيف يشتغلوا الدول العاملة على حل الصراع الليبي ماضية في عقد اجتماعاتها آملة التوصل إلى حل واقعي الذي سيدخل الأمن والاستقرار الأراضي الليبية من خلال عقد اجتماع أفريقي حول ليبيا بمشاركة عدد من رؤساء الدول الأعضاء